دلوقتي فيه اخبار بتتكلم على تدهور الحالة الصحية لراشد الغنوشي ما تحملش البعد عن السلطة تدهور الحالة الصحية لراشد الغنوشي وربما يتم نقله ايضا الى يعني مصحة خاصة مستشفى خاص يعني فالغنوشي البعد عن السلطة سبب له مرض ما انا بقول لكم هي دي مشكلة ان هما الطمع في السلطة البقاء في السلطة من غير السلطة زي ما حاجة بتشوف كده نقل الغنوشي الى مستشفى خاصة او مصحة خاصة اثر تعرضه لي تعكر حالتي الصحية او يعني تعرضه لي وعكة صحية زي ما احنا يعني بنقولها كده بالظبط ده طبعا راشد الغنوشي ووضعه الصحي الآن زي ما احنا بنشوف الخبر اللي جاي حالا خبر عاجل من تونس الشقيقة وعن تدهور الحالة الصحية بالراشد الغنوشي لانه راشد الغنوشي عنده مشكلة كبيرة جوه جوه العصابة بتاعته في المكتب التنفيذي في مكتب مجلس الشورى انه كان فيه اجتماع مجلس الشورى النهاردة ورفضوا انهم يعملوا اجتماع حصلت خناقة في مجلس الشورى وبالتالي فشل الغنوشي انه يعمل اجتماع المجلس الشورى لانه فيه زي ولسه كنت بتكلم في بداية الحلقة على انه وضع متأزم وفيه كلام طالع من جواهم على انهم عايزين يمشوه انهم مشوه يطردون برا الحركة ويصبح تاريخ الغنوشي بالنسبة له يبقى تاريخ ويولوا ناس تانية اصلاحيين او مش عارف ايه زي ما كان اخوان برضو جاوم هنا بفترة قالك نمشي مش عارف مينه نجيب الصحيين بيعملوا كده في تونس دلوقتي فالغنوشي يبدو انه وجد مواجهة شديدة لكلامه اللي هو التحريض اخدوه عن انه تحريض وطلع بعض قيادات من عنده النهاردة عملوا تصراحات كتير النهاردة في تونس على انهم بيرفضوا كلام الغنوشي وانهم طبعا هي بتبقى منورة من الاخر يعني توزيع ادوار ما بين الغنوشي القيادات ان احنا نرفض هذا الكلام وكلام الغنوشي بالنسبة لنا مرفوض ومش هنسمح يبقى فيه مواجهة ومش نسمح انه بحداث فوضى زي ما بقوله حقه يوزعه ادوار الغنوشي يقولك كلام الكبير ويشوفه ردود فعله تبقى صعبة جدا فينروح حد تاني يقولك لا الغنوشي لا احنا نخفف شوية فيطعه بس بوزعه ادوار ولكن يبدو الغنوشي الوقتي وضعه التنظيمي على المحق وربما وضع الصحي كمان على المحق نتيجة لي فقد السلطة وفقد السيطرة على التنظيم انه هو دلوقتي واضح انه فيه استقالات حصلت النهاردة وفيه فيه كمان انشقاقات وفيه تهديدات ب يعني عمل اجتماع طارق عشان اقالة الغنوشي او طرد الغنوشي معنى الدقيق ويعينه واحد اخر اذا استمر يعني اذا استمر الوضع اذا التنظيم ما اتخدش ضده اجراءات لانه فيه اجراءات هتتاخد ضد الغنوشي اجراءات قانونية وقضائية ضد قيادات فيه النهضة فيه 16 نائب يتعرضوا لاجراءات من جانب فيه قاضي تحقيق النهاردة عينه في تونس امبارح او اول امبارح قاضي تحقيق خلي بالك من الجملة دي مهمة اوي عينه قضاء تحقيق يحققه فيه جرائم ويرهاب عصابة الكرامة وعصابة النهضة فهناك قضاء التحقيق الان بفتح تحقيقات مع متهمين بالارهاب وبغير وبالفساد واختلاسات وحاجات كثيرة بلاوي عايز اقول لكم ولسه بنتكلم على سروة الغنوشي طب لازم يقول لهم السروة اخباء يعني يلحقوا يروح المستشفى يحققوا معاه عشان يقول لهم بس السروة دي جاي منين واخبارها ايه هو مشتغلش فمن اين لك من اين لك مليار دولار اشتركوا في القناة